في كل يوم في كل يوم تقول الأرض يا رب دعني يعني أبترع ابن آدم إنه أكرم من رزقك و أنا من أشكرك وتقول البحار يا رب دعني أغرق ابن آدم إنه أكرم من رزقك و أنا من أشكرك تقول الجبال يا رب دعني أطلق على ابن آدم وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم قال يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه يقول لا يا ربنا قال لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم يتف فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها من جاءني منهم تائبا فلقيتهم بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواه هذه محبة هذا هو الله المحب لعباده وهو الغفور الودود ليس غفورا فقط وعفوه يستغرق الذنوب مجرد يعفو عنك ولا هو يعفو الذنوب ويمسحه خلاص ويثلتنا كانا حسنات أرفأوليك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل سيئاتك حسنات وعند الله يحب التوابين يعني التوابين يعني خطئين وتوابين يخطئ ويتوب يخطئ فوتواب مما من كثرة الذنوب سبحان الله العظيم فهذه المحبة يجب أن تقابل بمحبة ما الذي يريده الله مننا صدق التوحيد صدق الإيمان تحكيم شرع الله في الكون لا يريده مننا إلا هذا لو حكمنا شرع الله في الكون لنحنت لنا البشرية كلها كمن حنت لأسلافنا قال مستشرق في الأندلس أنتم كنتم هنا على أرض الأندلس لما كنتم لله خلائف ثم خرجتم منها لما أصبحتم على ثراحة طوائف فصل قصيرا نوصل السماء نتعقى الله إن أفهم شاهدنا الكرام نوصل بعد هذا فصل كلنا نعم